هذه أبرز العناوين الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مرشح لجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر فبراير الماضي صدمة هزو الجمهور المغربي وفاة لاعب المغربي قبل الإعلان عن لائحة الأسود بالديار الإسبانية قبل مباراة الفتحة الغصبة الوطنية تؤهل الإفواري هيرفيغاية لحمل قميس ندي الرجاء الرياضية الإصابة تعود وتدريب ريد السليم وتغيب عن ماران الأهلي الجماعي ليوم أمس التلتاء أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يوم التلتاء عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في غرب القارة الأسيوية لشهر فبراير الماضي وشهدت القائمة واجد الدولي المغرب عبد الرزق حمد الله الذي يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه نادي اتحاد جد السعودي حيث سجل 19 هدفا في جميع المسابقات ويتوجد ضمن اللائحة المرشحين كل من أندرسون تاليسكا لعب النصر السعودي وعليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي والقطاري أكرم عفيفا والأردني عيزي النعمات إضافة إلى العراقي إيمال حسين لعب القوة الجوية العراقية واللبنانية محمد حبوس لعب أنصار اللبنانية ويصار إلى أن نادي الاتحاد العيسيوي لكرة القدم أعلن أن التصويت سيستمر عبر الموقع الرسمية لغاية يوم الجمعة القادمة من مارسة 2024 أعلن نادي أطليش كولي باردي الإسباني لكرة القدم الممارس في قسم الهوات عن مقتل لعبه المغربية رضا أرشاد بطعن في السكين صباح الأحد الماضي بحي سانتا كارلا بمدينة إشبريا ونع الحساب الرسمي للفريق على منصة إيكس لعب المغربي رضا أرشاد البالغ من العمر الـ 21 عاما بتغريدة مؤثرة كتب فيها بألم عميق يؤسفنا أن نعلن وفاة لعبنا الكبير شاب لديه أحلام وأهداف في الحياة أخذتها منها يد قاسية لا ترحم أرقد بسلام يا صديقي سوف نفتقدك وأصارت التقارير الإعلامي الإسبانية إلى أنه تم توقيف شابين يبلغان من العمر 18 عاما من جنسيتين إسبانية للإشتباه في تورطهما في هذه الجريمة حيث قال بيدرو فيرنانديز منذوب الحكومة الإسبانية في الأندلس يبدو أن النقاش بين الضحية والمشتبه فيهما كان في مقهى ليلي انتقل إلى الشارع وانتجت عنه وفاة الشاب وتتواصل التحقيقات مع المشتبه فيهما في المركز السرطة قبل تقديمهما للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة اتخذت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قرارها بخصوص تأهيل الإفوارية غاي هيرفي للعب رفقة ندي الرجاء الرياضية وكان الفريق الأخضر قد راسل العصبة في أكثر من مناسبة للحصول على رخصة اللعب الخاص بهيرفي الذي انضم إلى صفوف الرجاء الرياضي في المركز الماضي حسب ما أكده النادي في بلاغ سابق وقررت العصبة تأهيل هيرفي ليصبح بذلك بإمكان اللعب خوض مباريات بقميس الرجاء انطلاقا من موارات القادمة أمام الفتحة الرياضية وفقا للمصادر المتطبقة واتخذ الجهاز المذكور قراره بعد الاجتماع بين الفتحة والراجاء وهيرفي يوم الاثنين الماضي حيث قدم خلال الفريق الأخضر دفعات لحصول على فرص اللعب خلال ما تبقى من الموسمة تعرض ريد سليم لعب الأهل المصري لإصابة في الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه الأهلي وذلك قبل ثلاثة أيام مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر على أرضية الملعاب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياضة وعشارت التقارير الإعلامية المصرية إلى أن الجناح المغربي سيخضع لفحصات طبية في الساعات القليلة القادمة للحصم في سفره من عدمه إلى السعودية لمرافقة الأهلي ويعاني ريد سليم من الألام على مستوى العضلة الخلفية وقد اتجارت طاقم الطبي للأهلي عدم مشاركته في الحصة التدريبية ليوم أمس الاثنين خشية تفاقم إصابتها وكان ريد سليم قد ابتع ضعي الملعب لعدة أسابيع بضاع الإصابة قبل عودة إلى أجواء التباري في الأسبوعين الأخيرين وإطرت عافيه وثمات له للشفاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر